بيبدأ المسلسل مع جونسو وبيقوم فوق السطح بتاع المدرسة وبيكون حواليه مجموعة من الطلاب واللي بيتنمروا عليه وبيحاول جونسو انه يدافع عن نفسه لكنه بيقع من فوق سطح المدرسة وبعدها بيروح له بابا بيونج تشان المستشفى لكنه بيدخله من غير ما الدكاترة تشوفه واول ما بيشوفه جونسو بيعتذرله وبيقوله انه كان عاوز يقتلهم وان المعاناة دي مش هتخلص غير لما حد فيهم يموت تاني لكن بيونج تشان بيحاول يطمنه وبيقوله انه كل حاجة هتتحل بس جونسو بيتعصب وفجأة عنه بتحمره بيحاول يهاجم بابا بابا بيبقى هادي وبيعتذرله فجأة بيطلع كتابه وبيضربه بيه على رأسه الحد ما بيه وحدها بيكون بيونج تشان في جاراج المستشفى وحاطت جونسو في شنطة فجأة ايد جونسو بتطلع من الشنطة هما بيمسكها بيونج تشان بيلاقيه لسه ما متش وبيتحول بشكل كامل فبيخاف بيونج تشان وبعدها بينشوف مدرسة يوسان السنوية واللي بالتحديد جوها معمل العلوم وبيكون فيه بنت نايمة اسمها هيونجو وصحابها بيسيبوها وبيمشوا لكن لها لما بتصحى بتلاقي صوت غريب ولما بتروح تدور على مصدر الصوت بتلاقي فار مجنون محبوس جوه قفص واول ما بتقرب منه بيعضها ففجأة بيدخل بيونج تشان واللي بيكون مدرس الاحياء بتاع المدرسة وبيتقول له هيونجو ان الفرع عضها وبتسيبوه وتمشي لكنه بيحبسها في المعمل وبالليل بيتجمع طلاب المدرسة في مطعم فاتح جديد وبتكلمو عن الاستاذ بيونج تشان وبيقولو انه بقى مجنون من بعد ما ابن جونسو اختفى وان ريحته بقت شبه ريحة الجسس المعفنة وتاني يوم الصبح بتكون اونجو بتفتر مع باباها واللي بيكون شغال مسعف مطافي وبتكون اونجو زكاية لكن باباها مش بيبقى عنده امل في انها تنجح في الدراسة وبيطلب منها انها متتعبش نفسها قوي في المذاكرة وبعدها جرس الباب بيرن ولما بتفتح بتلاقي تشونج سان واللي بيبقى جرها من اعز اصدقائها وبيكون باين عليه انه بيحبها لكنه بيخب ده ودايما بيعاندها وبيروحوا مع بعض المدرسة وبعدها بيكون جونام المتنمر والشيلا بتاعته معاهم اتنين من الطلاب في مكان تحت الانشاء جنب المدرسة واللي بيكون اسمهم يونجي و تشول سو وبيزعق لهم جونام لانهم قالوا انه هما شفوهو بيتنمر على جون سو ابن الاستاذ بيونج شان وبيكبر جونام يونجي على انه يقلع هدومها وبيطلب من تشول سو انه يصورها وفجأة بيدخل سو هيوك وبيدفع عنهم لكن جونام بيقوله انه كان في شلتهم وانه دلوقتي بقى بيعملهم على انه احسن منه سو هيوك بيتجهله وبياخدهم وبيمشي وفجأة جونام بيقولهم انه هينشرو الفيديو بتاع يونجي لو ما رجعوش وبتخاف يونجي و تشول سو وبيرجعوا وبتقول يونجي لسو هيو انها لو ما رجعتش الوضع هيبقى اسوأ بكرة وفي الحصة الاولى بتسأل الاستاذة بارك لاطفال عن هيونجو وبتقولهم انها مختفية من مبارح وبيقول طالب انه اخر مرة شافها فيها كانت في معمال عدو وبعدها بتروح استاذة بارك للاستاذ بيونج شان وبتسأله على هيونج لكنه بيقول لها انه ما شافهاش وفجأة بتسمع صوت كان الاستاذ بيونج شان بيأكد انه صوت فور المختبر وبعدها بيروح الاستاذ بيونج شان له هيونجو وبيديها حق انه تقلل مفعول العضة وبيقول لها انه مش عاوز يقتلها وبيكون بيسجل كل ده على اللاب توب بتاعه وفي الحصة اللي بعدها بتكون الاستاذة بارك وقفة بتشرح للطلاب فجأة بتدخل عليهم هيونج وبتقع على الارض وبتقول للاستاذة بارك ان مدارس الاحياء حبسها وسلسلها وانه ادها حق انه كان عاوزي الها تاخدها الاستاذة بارك ثلاثة من الطلاب بتكون من ضمنهم اونجو وبيروحوا للممرضة بتاعت المدرسة لكنها بتلاحظ ان درجة حوارتها منخفضة جدا وبتحاول هيونجو انها تعد اونجو لكنها بتسيب لها خدش بسط في ايدها وبعدها بتطلب الممرضة الاسعاف وبياخدوا هيونجو للمستشف بعدها بيكونوا الطلاب في الفصل بتقول واحدة منهم انه هيونجو كانت راحتها جسة مع تعافنا شبه ريحي للاستاذ بيونجشان ولما بيرجع الاستاذ بيونجشان المعمل ومش بيلاقي هيونجو بيتجن وبتاخده الاستاذة بارك عند المدير وبتقوله ان الاسعاف خدها هيونجو انها طلبت الشرط كم بيونجشان بيقول لها انه لازم هيونجو تدخل الحجر الصحي وفجأة بتدخل الشرطة وبتعتقل وفي نفس الوقت بتحس الممرضة بحاجات غريبة بتحصل لها وبتفتكر ان هيونجو عدتها وهي بتحاول تديها الحقنة المهدئة فجأة بتتحول ممرضة لزومبي وبتبدأ تهاجم الطلاب في وقت الاستراح وكل اللي بتعوده بيتحول لزومبي نفس الوقت بتكون يونجي اللي جو نعم اتنمر عليهم السطح وبتحاول تنتحل وبيحاول صاحبها تشولسو يهديها لكنها فجأة بتلاقي الطلاب بيضربوا بعض وبينطوا من شابيك المدرسة وباقي الطلاب بيكونوا في مطعم المدرسة وبتقول نجو لتشونجسان انها معجبة بصاحبه سهي لكنه بيتصدم اول ما بيعرف انه بيحبها فجأة بتلاقي الطلاب بيجروا وبيهربوا من طلاب تانيين يتحولوا لزومبي وبهدها بيكون المدير عامل اجمع للمدرسين ساب ان حد من الطلاب كلم الشرطة وباللغهم ان في زومبي في المدرسة وبيزعقهم المدير وبيقولهم انه اكد عليهم انهم ياخدوا التليفونات من طلاب وبيكلم الشرطة وبينفي ان في زومبي في المدرسة لكن الاستاذة بارت مش بيكون عاجبها تصرف المدير وبتقوله ان هما محتاجين الشرطة وان مفيش حد عارف يسيطر على الله وبتسيب الاجتماع وبتخرب وانها بتلاقي واحد من الطلاب عد المدرس وبتكون خايفة لانها مش فاهمة ايه اللي بيحصل لكن الطالب ده بيحاول يهاجمها هي كمان فبتهرب منه وبنرجع لمطعم المدرسة وبيحاول تشونجسان ينقذ اونجو من الزومبي وبيضربهم جنام المتنمر وبيحاول يهرب وبيضحي باي حد يحاول يساعد وبياخد تشونجسان اونجو وبيهربوا من شباك المطعم كنون بيلقوا ان كل حتة في المدرسة فيها زومبي وبيساعد تشونجسان اونجو ان هما يدخلوا جوه المبنى تع المدرسة كنون بيلقوا زومبي في كل مكان وبيحاول زومبي انه يهاجم تشونجسان لكن اونجو بتنقذوه وبيقدر يوصول الفصل بتاعه واللي بيلقوا في مجموعة من الطلاب اللي مستخبية وفجأة بيدخل اتنين طلاب وبيتكون هونجو وصلة المستشفى والاستاذ بيونجسان بيتحقق معاه في اسم الشرطة وبيكون هو الوحيد اللي عارف اللي بيحصل وبيتهمل محاقق جاي ايك انه هو اللي قتل وعدها بلغ انه محقود وفجأة محقود الحقنة بيروح وبيتهاجم هونجو الممردين والدكاترال في المستشفى وعدها بيدور الطلاب على تليفون عشان اتصلوا بالطوارئ وبيلاقوا تليفون في شنطة واحدة من الطلاب ما كانتش سلمتوا للمدرسة وبيتصل شانكسان بالشرطة لكنه مش بيصدقوا وفجأة بتجيلهم بلغات كتير من نفس المدرسة وفجأة بيدخل عليه مدرس اسمه كعن وبيطلب منهم انهم يقفلوا باب الفصل كويس لكن هونجو بتشوفه على ايده على متعدة لكنه بيحاول ينكر وبيقوله انه مفيش حد عد خاف كل الطلاب وبيبعدوا عنه وبيطلبوا منه انه يخرج برا الفصل فاجأة بتبدأ تظهر عليه اعراض التحول وبيعدوا واحدة من الطلاب وبتتحول هي كمان لزومبي وبتهاجمهم وبيحاول باقي الطلاب انه هما يفتحوا الباب ويهربوا برا الفصل انهم بيقابلوا زومبي تانين وبيحاولوا يهربوا منهم ويدخلوا فصل تاني وبيدخلوا فعلا معمل العلوم لكن هونجو بتوقع تلك اللي هما ليه وبعدها بيقفلوا كل البيبان والشبابيك بتاعت الفصل وبتسأل هونجو واحدة من الطلاب واللي اسمها نايون على التليفون لكنها لما بتعرف انها ضيعته وبتتدايق وبتتخنق معاها وبتكتشف هونجو ان سوهيو بشمع ولما بتسأل تشونكسان عليه بيقولها انه كان جاي وراءه بسهم يعرفش هو فين وفجأة بتلاقي هونجو صاحبتها بيظهر عليها على ما تتحول لزومبي فبتسرخ نايون وبتطلب منهم انهم ما يخرجوهم الفصل ان هونجو مش بتكون عاوزة تسيبها لكنها بتهاجم تشونكسان وبيوقعها من الشباك لكن اونجو ما بترداش تسيب ايدها وفتكر ذكريتهم سوا وبيخليها تشونكسان انها تسيب ايدها بالعام وبيكون جونام لسه مستخبه في مطعم المدرسة والطلبة اللي جونام اتنمر عليهم لسه فوق سطح المدرسة وبيكون مجموعة من الطلاب التانين مستخبين في حمام المدرسة وبيكون سوهيوك مستخبه في فصل الفنو وبهدها بيقارع تشونكسان انهم يروحوا الفصل الصحاب وانهم هيموتوا لو فضلوا في المعمل وبيقترح انهم يهربوا عن طريق الشباك بيجيب خرطوم المطافي وبيروحوا بينزلوا القضة الازعالة تحتهم وبيلقى الاستاذة بارك هناك وبينزل كل الطلاب مع دا اونجو والشونكسان واللي بيقولهم انها لازم تعيش عشان خطر اللي بتحبهم لكنها بتقولوا انها فقدت كل اللي بتحبهم وبيكون اصدع صاحبتها وسوهيوك لكن شونكسان بيفكرها ببابها وبيقولها انها لازم تعيش علشان وبتقتنعوا بتنزل بيجي تشونكسان بينزل بيكون الباب تفتح والزومبي بيهاجموا فبيقع من الشباك نفس الوقت بيحاول سوهيوك انه يهرب من الفصل المستخبي فيه ويطلع من الشباك فبيشوف سوهيوك تشونكسان وبيحاول ينخزه لكن نايان بتسرقوا بتطلب منهم انهم يقفلوا الشباك فبيشوفها بقي الطلاب على انها هني وبيرفضوا انهم يسمعوا كلامها وبيقول لها صاحب تشونكسان ولي بيكون اسمه جونكسان انه مش هيقفل غير لما تشونكسان يبقى معاه وانها ما بتهتمش غير بحاليا بس فجأة بيحاول زومبي انه يدخل الفصل اللي هما فيه عن طريق الشباك وبيحاول سوهيوك انه يمنعه انه وبيعرفش الواحد فبيساعدوا جونكسان وبينجحوا انه هما يمنعه لكن نايان بيتقول لهم انه بينزف من مناخيره وانه دي من اعراض التحول لزومبي ان الكل بيتخنق معاها وبيقولولها انها بتعمل كده علشان ما تحش لكن نابت اكد لهم انه اشرفته وهو بتعض في ايده لكن الاستاذة بارك لما بتشوف ايده بتلاقي انها مجرد خربشة لكن ايون بتقول لهم انه ممكن خربشة برضو تخليه تحول لزومبي تطلب منه الاستاذة بارك انه يفضل خمس دقائق في تسجيل لوحده لحد ما يطلقين جونكسو بيقولهم انه يفضل ساعة كاملة وبيكون الاستاذ بيونكشان في اسم الشرطة وبيعترف انه ترع فيروس الغضب علشان يحمي ابنه جونسو من النوم لان جونسو عد امه وحاول يهاجمهم كلهم وانه امه تحولت هي كمان لزومبي وانه بدأت ديهم حقا فيها مادة مضادة الفيروس الغضب كان الحقا كايب بتهديهم لفترة بسيطة بس وفجأة بيدخلوا ظابطوا ويقول للمحاقة جي ايك ان الفيروس تشر مدينة كلها وبنرجع لمطعم المدرسة وبنشوف جون نام وهو بيحاول يهرب من الزومبي وانه بيضحب اي حد قدامه بسبيل انه يهرب بيكون الطلاب الاستقاعدين فاصل مستنيين جونسو يطلع من الزومبي بيحاول جونسان انه يسليه وبيقوله انه فاتت نص ساعة لكن جونسان بيقود يخرب وبيطلبه من نايون انها تدخل وتعتذره لانه شكت فيه وهو كان بيحاول ينقذهم لكن نايون لما بيتدخل بتضايه اكتر ويبقى لقيمة معاه وبتمسك ايده المجروحة وبتمسحها بمنديلة على دم زومبي من غير محد ياخد بال على شكت على حق وبنرفز جونسو وبتقوله انه حقير وانه طول عمره بتكره انه عايش على فلوسه المعونة وانه ما كانوا مش في المدرسة معيهم وبتكون الطلاب بيتفرج عليهم وبيفكروا انه بقى فيه ود بينهم لكن فجأة بيلاقوا جونسو بيصرخ وعاوز اضربها ولما بيخرجوا من القوضة بيلومها الكل على تصرفها لكنهم بتقولهم انهم يستنوا وهيعرفوا انها كانت عندها حق فجأة بيظهر علي جونسو عارل التحول بتصرخ نايونه وبتطلب منهم انهم ما يخرجوا برا الفصل لكن جونسو بيقولهم انه هيخرج بنفسه انهم اصدقاءه وانه عمره ما هيعضوهم لكن فجأة بيوعه على الارض وبيتحول تحول كامل وبيبدأ يهاجم فبيخضعوا جونسو وبيوقعوا من الشباك انه بيبقى حزين لأنصح وبعدها بيكون كل طلاب يعيطوا علي جونسو مع حدا نايون واللي بتقولهم انها كانت عندها حق وانه ما كانوش سمصدقينها فبتدائي رئيسة الفصل نامرا وبتقولهم ان هي اللي عملت كده وانها شافتها بتمسح الدم بتاع الزوم بمنع الشباك بمندلها قبل ما تدخل لجونسو قد التزجيل وانها بعدها مسحة الجرح بتاعه بالمنديل وانه ده كان السفف انه بيتحاول وبتطلب منها انها تطلع المنديل لكن نايون بتنكر فبتضربها نامرا وبتحاول تاخد منها المنديل بالعافة بتدخل الاستاذة بارك وبتقول لها ان ده معناه ان نايون قتلت جونسو فبتأكد لها نامرا انها شافتها بتتعصب نايون وبتطلع المنديل من جبها وبترمي في وش نامرا وبتقول لهم انها بريئة وان الدم اللي عليه دم جونسو وانه ما تقتلش هو تحاول وبتعاية تقول لهم ان عمرها ما كان عندها أصحاب وانها مش عاوزين وبتسيبهم وبتخرج برا الفصل فبتقفل الاستاذة بارك عند الباب وبتطلب منهم قبل ما تخرج وراء نايون انهم يحافظوا على نفسهم انها مش عاوزة حد منهم تنيمون وبهايت كل الطلاب وبتأثروا بكلام الاستاذة بارك وبعدها بتحاول انجوم انها تواسي تشونكسان على تحول جونسو لكن تشونكسان بيقول لها انها تسكت لانها بتعرفش تواسي كنها بتكمل وتحاول توصله انها حاسة بيه لانها هي كمان فقدت صحبتها وبيكون باقي الطلاب زعليناها الاستاذة بارك ونايون وبيتمنوا انهم ما يكونوش يتحولوا لزومبي وبيكون جونام قدر يطلع من المطبخ ويبقى في ملعب المدرسة وبيكون ماسك في ايده سكينة لكن فجأة الزومبي بيشوفوه وبيبدأوا يطردوه فبيدخل مكتب المدير وبيحاول يدفع عن نفسه وفي نفس الوقت بيكون الاتنين اللي جونام اتمرمر عليهم لسه فوق سطح المدرسة وبيكون الطلاب اللي حاول يتخن وفي نفس الوقت بيكون الاستاذ بيونج تشان في اسم الشرطة كون زابط الشرطة بيلوموا على اللي عمله لكن بيونج تشان مش بيكون حاسس بالذنب وبيقوله انه ابنه عمل كده عشان خاطر ابنه وانه ابنه حاول ينتحر علشان زميله وكانوا بيتنمروا عليه وانه لما اشتاكل مدرسة والشرطة محدش فيهم ساعده وانهم كلهم يستهلوا انهم يموتوا لانهم ما كانوا شركاء في الجريمة وبيتعصل بزابط الشرطة كون هيدربه لكن بيمسك نفسه وبيقوله انه كان عاوز يغير العالم لكنه دلوقتي بيقول وبيرجع يسأله عن الدواء وانه اكيد فيه حال لكن الاستاذ بيونج تشان بيقوله هنا مفيش حال فجأة بيسمع زابط الشرطة صوت غريبه لما بيطلع برا القضة بيلاقي ان الزومبي اقترحهم الاسم ولما بيشوفهم الاستاذ بيونج تشان بيضحك بعد شوية بيخاف بيحس بالذنب وبيحاول يساعد الزابط وبيتعض من الزومبي وقبل ما يتحول اللي بيقول لزابط الشرطة انه هيلقي الحل للابطاب بتاعه اللي هيلاقيه في معامل المدرسة ثاني يوم الصبح بيكونوا الطلاب نامين في المدرسة وقرر الطلاب اللي في حمام المدرسة انهما لازم يخرجوا من المدرسة الوحدة وانه فيش حد من الشرطة هيجي عشان ينقذهم لكن واحدة من بتهم انها هتدور على اخوها الاول نفس الوقت بيكون يونجي مع صاحبها شلسوا في السطح اللي بيقول لها انه جو نعمل متنمر هينشر فيديو بتاعها تلقايا على الانترنت الساعة الساعة لو مدلوش في السلطلب فبتتدايق وبتعيط ثم انه ملقاهش من بدري فبيقول لها انه كان هيدي جو نعمل فلوس ويخليه يحذف الفيديو لكن الزومبي ولا حصل في المدرسة ما خلوش يعرف يعمل ده فبتحاول تنتحر مرتان لكن شولسوا بيقول لها ان انتحارها مش هيفي حاجة وانه موتها مش هيمنع انه ما تشوف الفيديو فبتقرر ينجو في الاخر انها لازم تنزل من على الساعة تورع تليفون جو نعم وتحذف من على الفيديو قبل ما يشوف وبتطلب من صاحبها انه يجي معاها وبتقولوا انه كان مشترك في الجريمة وانه كان بيصورها معايا لكنه بيخافوا بيقول لها انهم هم اللي اكبروا انه يعمل كده بيسيبها تنزل لوحدها لكنها اول ما بتنزل بيتجمع عليها الزومبي وبيعضوها لكنها بتقدر توصل لقط المدرسين بس الواقع بيقرر الطلاب اللي في قط الازاعة انهم لازم يوصلوا لانهم يتصلوا بالشرطة مرة تانية فبيقول لهم تشانكسان انهم هيلقوا التليفونات في مكتب المدرسين وبيقرر انه ينزل من شباكو يحاول يوصل للقوضة لكن انجو بتكون خايفة علي ومش عاوزة تخسر صديق تاني لكنها بتبين انها مش متمة بيزعل تشانكسان وفي اخر لحظة بيقرر سو هيوك انه هيروح معاه وبتكون انجوة لانا عليه لكنه بيطمنها بيوصل لشانكسان وسو هيوك قطة المدارسين بيلاؤوا يونجي بتكسر كل التليفونات قبل ما تتحول بالكامل لزومبي سو هيوك لما بيحاول ياخد تليفون من وراها بتشوفه وبتقوله انها تقتله وبتهال لكن شانكسان بيدفع عنه وبيهرب سو هيوك من الشباك والشانكسان من الباب وبعدها بيكون جونام في قطة المدير بعد ما موت كل الزومبي اللي في الاوضا بيزعل المدير واللي كيستخبي وبيطلب من جونام وياخد مفتاح العربية بتاعته وانه يجيبها له لحد المكتب لكن جونام مش بيوافق وبيهدده بالسكينة وبعدها بيكون شانكسان قدر يوصل لقط المدير اول ما بيدخل بيشوف جونام وهو رابط المدير وبيهدده بالسكينة استغلب شانكسان وبيطلب منه المدير انه يساعده لكن جونام بيقوله ان المدير كان عاوز يقتله لكن شانكسان بيطلع التليفون وبيهدده وبيقوله انه بيصوره وبيطلب منه انه يبقى كويس مرة في حياة وفاجأة بيقتل جونام المدير وبيهدد شانكسان وبيضربه وبيحاول ياخد منه التليفون لكن في النهاية شانكسان بياخد التليفون وبيهرب لكن جونام بيجري وراه وبيحاول يضرب سكينة في ظهره لكن دعا مش بيتيجي فيه وبيوصل سوهيوك لقودة الزاعة من غير شانكسان ومن غير التليفون كل الطلاب بتزعل فبيعتذر لهم سوهيوك وبيقوله منه هيبقى كويس في نفس الوقت بيكون تشانكسان لسه بيهرب من جونام واللي بيكون مصمم انو اقتله وبيوصل مكتبة لكن بيفضل وراه وبيطلب منه التليفون لكن مبيرضاش الضهور وبيقوله انه فاشل وانه مش هافقي محد اتهى المدير بتاعه وبيحاول جونام انه يخلي الزومبي يعضهم وبيطلب منه انو يتوسله علشان يسيب لكن هو اللي بيدربه بليفون في عينه وبيرمي للزومبي وبيتوسل يصد جونام لي تشانكسان علشان انقذه لكن مش بيساعده اتصالات اتعطلت فبيتدايق شونكسان انه عمل ده كله على الفاضي وبيعين نفس الوقت بيكونوا الطلاب اللي كانوا في الحمام ووصلوا لمكتب الممرضة وبيحاولوا يستخدموا الكمبيوتر اللي فيه لك فجأة الاتصال بالانترنت بيتقطع فبيحاولوا انهما يستخدموا التليفون الارضي ورده مش بيلقوا شبك فبيتدايقوا وبيفهموا ان الدولة قطعت عليهم شبكة الانترنت والتليفون فبتقترح واحدة منهم انهما يروحوا صالة راني السهم وبتقولهم ان فيها تليفون بيتصل بالطوارق بشكل مباشر حتى لو ما فيه شبكة وانهم يجيبوا من هناك سهم لان السهم اللي معاهم قربت تخلص فبيوافقوا الطلاب وبيتكون دي خطتهم التانية نفس الوقت بتكون وجوه زعلانة وبتعايت لانها فكرت انه تشونكسان اتحول لزومبي وبيحاول سوهيوك انه يوسيها وبيقول لها انه اكيد هيقدر يهرب منهم وانها عارفة انه سريع في الجاري وبعدها بتقترح عليهم اونجو انهم يروحوا معمال علوم وانهم يدوروا على تشونكسان عن طريق الطيارة اللي صنعوها في حسة العلوم وبيكون كل الطلاب خايفين وبيقولها ان القوضة فيها زوم لكن اونجو بتقولهم ان القوضة بتاعت المعدات ما فيهاش اي زوم لكن امرأة بتقولهم انهم هيحتاجوها في انهم يدوروا على تشونكسان وكمان علشان يشوفوا الاحوال برا المدرسة وبتقول لهم اونجو انها هي اللي هتروح للمرا دي انه راح اوض المدارسين وانه ماينفعش يعرض نفسه للخطر كل شوية وبعدها بتطلع اونجو جون يونج وفي نفس الوقت بيكون زبط الشرطة لسا بيحاول يوصل لمركز التوارئ علشان يبلغهم باللي الاستاذ بيونج تشان الهونو بخصوص اللاب توب اللي في معمال العلوم في نفس الوقت بيحاول شونج سان انه يخرج من مواسير التهوية لكن ما بيعرفش وبيفتكر اونجو بيصحابه وبيعايد وبعدها بيقرر انه لازم يطلع وميستسلمش وبيقدر فعلا يطلع وبيوصل لوضية الفنون وبتكون اونجو وجون يونج جابوا الطيارة ورجعوا القط الصحافة وبيشغلها جون يونج وبيدور على تشانج سان في كل الفصول لكنهم بيلاغوا ان كل الطلاب تحولوا لزومبي وفجأة بيلاغوا تشانج سان في فصل الفنون لكن البطارية بتاعت الطيارة بتبقى قربت تفضل فبيقترح ان هم يشوفوا الوضع بورا المدرسة لكنهم بيلاغوا ان الوضع سيء انه كل الناس اتحولت لزومبي وبتشوف واحدة من الطلاب اسمها جيمان عربية بابا فتحيت اول ما بتشوفها ولما الطيارة بتقرب بتكتشف انهم اتحولوا لزومبي وفجأة واحدة من الزومبي بيقع الطيارة فجأة بيفوق جون ام في المكتبة وبيستغرب ان الزومبي مش بتقربلو وبيكتشف انه تحول لزومبي بس لسه وعيه كبني ادم وبيتكر اللي تشونكسان عملوا فيه وبيقرر ان ينتقم منه وبيتبسط لما بيلاقي نفسه ماشي وسط الزومبي من غير ما حد منهم يقرب وبيبقى شايف نفسه انه في الجنة وبعدها بتكون يون جي هي كما تحولت لزومبي بس لسه فوعيها كإنسانة زي جون ام وبيحاول الطلاب اللي كانوا في الحمام انه هم ما يوصلوا لسلطرامي سهم وبيروح جون ام يسكينة بتاعته عشان يقتل تشونكسان نفس الوقت بتشوف دانيون وهي مستخبية في قوت المعدات بتاعت فاصل الفنون وانها شايفة شونكسان لكن بتفضل مستخبية وبنرجع قوت الازاعة وبتكون جيمين عاوزة تنتحر كانوا بينقذوها وبتعيط وبتطب منهم انهم يسيبوها تنتحر وبتقول لونجو انه ما فضل لهاش حد وانها عاوزة تموت لكنونجو بتحاول توسيه وبتقول لها انها كان ما عندهاش حد وان بابوها كان دايما شايفها انها مش هتنفع في الدراس وان نعم راه ما هتدخل جامعةเดسول وكان بيطلب منها انها متتكيبش نفسها في الدراس وان دها كان بيدايقها لانها كانتعرفا ان نفسه انها هتدخل جامعة جمية دعاemor Kantjiок وبيتكمل اونجو كلامها بيتقول لها ان بابوها قال لها ان Depois Kim Han انه رغم كده ما وصلش فبتعايت اونجو وبتقول لها انه ممكن يكون مش حاليف يوصل او مات لكن جيمين بتقول لها انه على اقل عندها ام لكن هي ما عندهاش اي مكان تروح فبتقطعها اونجو بتقول لها ان ازحبتها ماتت وان يديونجس وانها مش عاوزة حدا تانية وبتعايت اونجو بتطلب منها انها ما تموتش هي كمان فبتعايت جيمين هي كمان وبتقول لها انها عاوزة تمشي وانها حسن افسجي فجأة بتضغط على الميكروفون بايدها بالغلس فبتدخل نامرا وبتقول لهم انها جت لها فكرة فتخليهم يقدروا يطلعوا من المكان اللي هما فيه ترسم نامرا خريطة المدرسة وبتحدد عليها مكانهم من مكان شونكسا وبتقول لهم ان الزومبي بينجزبوا للصوت وان خطتهم هتكون عبارة عن انهم يشغلوا مكبرات الصوت الجزء الشمال من المدرسة وده هيخلي الزومبي كلهم يروح ناحية الصوت انهم يروح ياخدوا تشونكسون عن طريق السللم اللي في الجزء اللي من المدرسة ويطلعوا على السلم عن طريق السلم الاوسط والخطة بتعجب الكل بتكلم نامرا كلامها وبتقول لهم ان الطائرات الهليكابتر بتعدي طول الوقت وانهم لو قدروا يولعوا نار فوق سطح المدرسة الطائرات الهليكابتر هتقدر انها تشموا وتنقذهم وبعدها بيبدأوا في تنفيذ الخطة وبتكلم سوهيوك مع تشونكسون عن طريق مكبرات الصوت اللي في المدرسة بيطلب منه انه ما يتحركش من مكانه وانهم هيجوا عشان يغضوه لكن تشونكسون مش هيكون وثق فيهم فبتتكلم اونجو بتقوله انه عمرو ما سمع كلامها وكان دايما بيعاندها وبتطلب منه انه يسمع كلامها المرة دي بس ويفضل مكان وبتكون نايم سمع كل الكلام ده وكمان جونام فبيفرح المنوعرف مكانهم وبيقرر جونام يروح قط الازاعة الاول بعدها بيشغالوا موسيقى في الجزء الشمال من المدرسة زي ما الخطة بتقول فعلا كل الزومبي بيروح ناحية الصوت ما عدا واحد بس فبيقرروا انه هما يخربوا ويحاولوا انه هما يهربوا منه وبيكون جونام وسل قطة الازاعة لكنه بيلاقيها فاضية وبيشوفوا الخطة بتاعتهم فبيروحوا وراهم بيلقوا سهيو فبينقذوا من الزومبي لكن لما بيشكروا سهيو بيطلب منه انه يعرفوا مكان تشونكسون ولما بيرفض بيقولوا يحاول جونام انه يكلوا بيدافع عنه نامرا لكنه بيعضها فبيوقعوا سهيوك من الشباك وبياخدوها بيكملوا خطتهم وبيوصلوا لتشونكسون واللي اول ما بيشوفهم بيجري يطمن على انجو وفاجأة بيشوفوا العضة اللي في ايد نامرا وبيخافوا كلهم منها وبيبعدوا عنه نفس الوقت بيكون سو جو ابو انجو في الحجر السحي اللي عملته الدولة للمدينة وبيكون عاوز يخرب منه علشان يدور على بنته لكنهم بيمنعون وبيقولوا انه هما يفضلوا في الحجر السحي المدتشاف وبيضرب ابو سو جو الامن وبيلبس الليبس بتاعهم بيحاول يهرب وبنرجع تاني للطلاب في فصل الفنون وبيدافع سو هيوك عن نامرا وبيقولهم انه جو نام المتنمر هو اللي عضها مش الزوم لكن شونكسان بيقوله ان جو نام زومبي وانه شايفه الزومبي بيعضوه وبيستغرب سو هيوك وبيقوله انه اكد غلطان وفاجأة بيسمعوا صوت الزومبي هما بيحاولوا يدخلوا في فصل الفنون لكن نامرا بتقوم وبتسأل شونكسان لو كان فعلا متأكد ان جو نام زومبي انها بيأكد لها بتشكر سو هيوك لانه بيدفع عنها وبتقولهم انها هتخرج بره وتسيبهم لكن سو هيوك بيمسكها وبيقولهم انه مش هيتحاول لزومبي وبيحاول شونكسان انه يأكد له فبيحضوها سو هيوك عند الشباك وبيقولهم انه لو تحولت لزومبي هيرميها من الشباك قبل ما تهاجمه وبتكون نعيوم سمع كل الكلام ده ومش بتخرق وبيكون القوضة اللي هي مسبية فيها فيها اكل فجأة بيتخنق سو هيوك وبشونكيسان بسبب نامرا فبتعود نامرا عالشباك وبتطلب من سو هيوك انه يرميها لو هيتحاول وبتحاول انها هتهدي شونكسان لكنه بيلومها انها بتقف في صف سو هيوك دايما وبيقولها انها بتعمل كده عشان بتحبه وبتسكت انجو بتعرفش تتكلم وفجأة نامرا بتبدأ تتحول و بتكون عاوزة تعده سو هيوك فبيحاول شونكسان انه يدفع عنه لكن سو هيوك بيمنعه بيتخلق معاه لكن انجو بتوقفه و بتقوله من نامرا و بتحاولتش ولا حاجة انها لو كانت عاوزة تعده سو هيوك كان هيبنى على بقها اثر دم و بيقتنع شونكسان و بيوسكت لما بتجري انجو علشان تطامن على نامرا بتستغرب و بتسأله هي بتدفع عنها ليه و هي مش بتحبه و بتقوله منها مش كويسة و انها فعلا كانت عاوزة تعده سو هيوك بتكامل نامرا كلامها و بتقوله منها لازم تمشي و انه مينفعش تفضل معاه لكن انجو بتبتأت تدفع عنها و بتقوله منه ممكن جو نام يكون عنده منع و انه متحولش لكن جيمان ما بيعجبهش كلام انجو وبتعطر و بتقوله انها مرا مرا مش طبيعية و انها حاولت تعده سو هيوك و انها مش تقدر تفضل في مكان واحد معاه لكن انجو بيفضل يدفع عنها تقوله من الزوم بدرجة حاليتهم بتبقى منخافضه لكن نامرا مش كده فبياخد سو هيوك شريت من على الارض و بيربطه في ايده و في ايد نامرا و بيطلب من جيمان انهم يكملوا خطته و بيطلعوا من عسطة و نفس الوقت بيكونوا الطلاب اللي كانوا في الحمام قدروا يوصلوا لسالة رمي السهم و بيكون جو نام فى ثانى من الوقع و راجع يدور على تشونكسان و بعدها الطلاب بيكونوا قاعدين فقوة الفلون و بيتكلموا عن حاليتنا امرأ و انها دلوقتي نص زومبي لكن فجأة واحد منهم بيقول انه جعانوا انهم مش اربوش ميا حتى بقى لهم يومين انهم هيموتوا لو مش اربوش ميا لمدة 3 ايام بتقول نامرا سمع كل كلامهم و برضو مش بتطلع من القوضة اللي هي مسبقلة ولا بتعرفهم ان عندها اكل لما بتقرر انها تطلع بتسمعهم و ما بيتكلموا عليها و بيقولوا ان امرأة افضل منها بالرغم انها بقت نص زومبي و ان عيون اصلا من فصيلة تانية غير فصيلة البشر و ان بسببها مات جونكسو والاستاذة فار و بيتفق مع كلامها بقى الطلاب و بيفتكروا الطلاب الاكل اللي موجود فقوة الفنون و بيقولوا ان اكيد هيبقى فقوة المعدات مدام مش لقينه فى اي مكان لما بيحاولوا يفتاحوا الباب بتكون عيون فقفلته من جوا فبيحاولوا يكثروا لكن الزومبي بيجوا على الصوت فبيطرروا ان هم يوقفوا و بتلاقوا جيمان كاميرا في يديو و بتسجل عليها رسالة الابوها و امها و بيعجب الطلاب بالفكرة و بيقلدوها كلهم و بيقابل محاقق جي ايه بطريقه طفل راضيع فى مطعم و طفل صغيرة هربونة من الزومبي و بينقزهم و بيقرر ان يخدهم معاين وبيلاقي انفلوانسر كان بيحاول يصور الزومبي بس مباشر ويسبت للناس انه ممش حاقيين وده بيكون سجوء قدر انه يهرب من الحجر الساحية لكنه بيبقى تصور وفي طريق قول سنوية في وساعا فاصل الفنون بتشكر نامرا سوهيوك لانه وصل فيها ودفعا فبيقول لها سوهيوك انه كان معجب بيها فقوله سوهيوك انها ملاحظتش ده لانها كانت طول الوقت مهتمة بدراسة وانها هي كمان معجبة بي وفاجأة بيحصل ان امرها نفس الحالة وبتبقى عاوزة تعود سوهيوك لكنها بتقدر تتحكم في نفسها وفي نفس الوقت بتوصل يونجي لمكتب الممردة وبتكون جعينة لكنها بتسمع صوته بتلاقي الاستاذ بتاعها ولما بتلاقيه خيف منها بتحاول تطمنه وبتقوله انها مش زومبي وبتروح لحد السمك وبتدأ تاكل السمك ناي وده بيخالي الاستاذ يخاف منها وبتفكره يونجي بالطلاب اللي كانوا بيتنمروا عليها وانه ما كانش بيعقبهم لكن فجأة الاستاذ بيدربها على دماغها وبيكون عاوز يقتلها فبتتداقي يونجي بتعده فبيتحول لزومبي فجأة بتسمع ان امراصة الاستاذ اللي عدته يونجي وبتقول لبقى طلاب لكن هي الوحدها اللي بقى سمع الصوت وبيكون السبب بداية ان حاسة السمع بتاعتها بقيت اقوى لما تحولت لزومبي وبعدها بتسمع صوت نايون فبتقترح عليهم ان هم يكملوا ويطلعوا فوق السطح لان الفصل ما عادش امان وبيتجمع اللي وبيفكروا في طريق وفي نفس الوقت بيكون جونام في موقف العربيات وفجأة بيسمع صوت جاي من تحت العربية وبيلاقي صاحب الشلة واللي كان دايما بيعملوا باحتقار مساء وبيقرر جونام انه ينتقم منه وبيسحبوا بالعافية وبيقدموا للزومبي وبنرجع لفصل لونه وبتروح انجو تفك الربوط اللي كان مربوط في ايد نامرا وإيد سوهيوك واللها نوصل فيها وبيبدأ التولى في تنفيذ خطتهم اللي بتكون عبارة عن جذب الزومبي الجانب من الفصلة عن طريق الموسيق وانهم هيعملوا حاجز بينهم وبين الزومبي كنهم بيلاقوا ان الحاجز مش قوي كان خطتهم بتنجح في الاخر وبيقدر يوصلوا للسطح كنهم بيتفاجئوا لما بيلاوا ان باب السطح مقفول وبيسمعهم تشول سو لكنه بفرر ميفتحلوش في نفس الوقت بيكون واحدة من كبار السياسيين اللي في حجر السحي ولا انقذها سوجو ابو اونجو بتطلب مواطل امن خاصة انهم يبعطوا طيارة هليكوبتر للمدرسة لانقذوا طيارة لما الطيارة بتوصل بتلاقي الطالب تشول سو واللي كان جو نام بيتنمر عليه وبيرفض يقول لهم ان في طلاب تانيين في المدرسة لما بيسألوه انه بيفتكر يونجي انه مفيش حد من الطلاب كان بيساعدهم لما عصبت جو نام كان بتتنمر عليهم فنفس الوقت بيكون جو نام قدر يعرف مكان شونكسان وسوهيو وبيطلع لهم بيبص شونكسان وبيبتسم واحدها من امرأة دافع عن شونكسان وسوهيوك لانها بقت في نفسه قوته لما عضة وبتكون يونجو ماشية في ملعب المدرسة بتلاقي كل الطلاب اللي كانوا بيتنمروا عليها ومخالين ايامها في السنوية صعبة بتحول زومبي فبتبتسم يونجي وبتحس بالراحة لكنها مبتكتفيش بدها وبتقرر انها تحقق حلمها في انها تحرق المدرسة وتشوف كل الطلاب مياه تبدأ بوقت المدرسين وبتولع في كل الكتب الموجودة وبتبقى واقفة تتفرج عليها ومبسوطة وبعدها بتاخد عجلة وبتطلع ببرا المدرسة فبيشتغل انزال الحريق ولي بيخلي كل الابواب تتفتح لوحدها فبيقدر الطلاب انه هما يطلعوا فوق السطحة بس بعد ثوات الاوان وبيحاول جونام انه يروح وراهم لكن هو بيقدرش يفتح الباب فبيقرر انه ينزل لملعب المدرسة وبيتكارم تشونكسان مع سو هيوك وبيكونوا مستغربين ان جونام مش بيموت وانه عنده قوة خارقة وبيفتكروا يونجي وتصرفاتها الغن وانها زي جونام وكمان نام را وبعدها بيقرر الطلاب انه هما يعملوا اشارة استغاثة وبيجمعوا كل الخشب الموجودة على السطح وبيعملوا منه الاشارة وبعدها بيقرر انه هما يعملوا نار وبعد محاولات كتير بتطلع نورا ولاها من جبه وبتدهل وبيقدر المحاقق الجياك انه يهرب من الزومبي عن طريق أوتوبيس بيكون مع المساعد بتاعه والطفلين اللي انقذهم والانفلونسر فجأة بيخبط يونجي لما بينزل علشان يطمن عليها لقيها طبيعية وبيطلب منها ان هتروح معاهم لكن فجأة قوات الامن الخاصة بيتهاجم فبيطلع المحاقق الجياك بالبطاقة بيقول لهم على كلام الاستاذ جيونجشان وانه حل الازمة اللي هما فيها في اللابتوب اللي في المدرسة فبتساعدهم القوات الخاصة بتاخدهم للحجر الصحي وبعدها تتخيل نايون وهي في قوضة المعدات انه اشايفت جيونجسو وبيكون بيلومها على اللي عملته فيه وبتفتكر الاستاذة بارك لما طلعت وراها وانها ضحت بنفسها علشان وانها طلبت منها انها تساعد اصحابها فبتعايت نايون وبتقرر انها تاخد اكل وتروح لزميلة على السطح وبتشوف تسجيلات الفيديو اللي الطلاب سجلوها لأهالك اللي سوق حظها بتقابل جونم واللي بيقول لها انه جعان وبيعضها من رقابتها وبالليل بيتجمع الطلاب حول ان النار اللي عملوها وكل واحد منهم بيتكلم عن مشاهر وعن حي وبتقول لهم نامراه انه عمرها ما كان لها اصاب ناكن كانت طول الوقت انطوائية وبيتذاكر لانها بسطف من ما ميت تطلب منه انه يقرروا القاعدة دي لما يطلعوا من المدرسة وفجأة بيعترف تشونكسان انه بيحب انجوه من وهو وعنده سسنين انه كان مخبه عشان مش عاوز يخسرها كصديقة وانه ده كان السابق اللي بيخلي طول الوقت يعني بتسيب انجو طلاب بعد ما بتسمع اعتراف تشونكسان فبيطلب منه سهيوك انه يروح وراها لكن تشونكسان لما بيروح وراها بترفض انجو انها تتكلم معاه وبعدها بيوصل جونام للسطح عن طريق المواسير وبيهاجم انجوه لكن تشونكسان بيدفع عنها فبيضربه جونام وبيكون عاوز ينتقم منه بسبب اللي عمله في عينه فبيوقع على الارض وبيحاول يدخل صبعه في عينه لكن سهيوك بيدفع عنه لكنه بيقرش لانه جونام اقوى منه وبعدها بحاول نامراه لزومبيو بتخانق مع جونام ولي بيقول لها انه هما من نفس الفصيلة وانه المفروض تكون فوصف وهو لكن سهيوك بيحاول يدفع عنها فبيمسكوا جونام وبيكون عاوز يوقع من فوق السطح وفاجأة بتدفع نامراه عن سهيوك وبتوقع جونام من فوق السطح لكنه ببارده ما بيموتش وفاجأة بتوصل طيارة هليكوبتر وبيفرح طلب لما بيشوفوها وبيقس لهم الجنود درجة حرارتهم وبتخاف نامراه لكن لحسن الحظ بتعتقد الجنود ان عندها انفاض في درجة الحرارة وبيدوها بطانية وبيسيبوهم فوق السطح وبيكملوا طريقهم لللابتوب وفنفس الوقت بيشوف تشولسو يونججي لحجر السحي وبيفرح جدا لما بيشوفها بس هي غالبا يكون عندها رأي تاني وبتكون متضايقة منه لانه سابها تنزل لوحدها علشان تلاقي تليفون جونام وبتعدوا وبتحولوا لزومبي وبيعرف زباط الامن الخاصة ان الفيروس تم احمر وانهم ما عادوش يقداروا يحددوا الشخص السليم من المصاب وبنرجع لسا سنوات يوسانه وبيكون زباط الامن الخاصة قدروا يوصلوا لللابتوب وبدأوا يدخلوا طلاب الهليكوبتر لكن فجأة بيجي لهم اتصال من رأسهم وبيقول لهم عن اللي حصل في الحجر السحي فبيرفض زباط الامن الخاصة انهم ياخدوا الطلاب معاهم وبيكون عندهم اوامر بانهم يموتوهم لكن الزبط بيرفض يقتلهم وبيعتذر لهم بيسيبهم وبيمشي وفي نفس الوقت بيكون سوجوه ابو انجو في طريقه للمدرسة لكن فجأة بيلاقي حد وراءه فبيخاف سوجوه بيهدده بالبندقية اللي معاه لكنه بيطلع شخص طبيعي وبيطلب من سوجوه انه يساعده لان مراته بوله لكن سوجوه مش بيكون عارف يساعده وبيدول البندقية عشان يحمي نفسه ويحمي مراته ويمشي لكن الشخص ده بيمسك البندقية وبيهدد سوجوه علشان يساعده بالعاد لكنه بيعايت في الاخر وبيقدرش يضربه بالنار فبيمشي سوجوه وبيكمل طريقه لسنوية وبعدها بيكون قوات الامن الخاص بيراجعوا الكاميرات وبيلاقيه انه ينجي قوية جدا وانها قدرت تضرب قوات الامن وبيحطوها في قوضة جنب زوم بمتحول بالكامل علشان يعملوا عليها اختبارات وبنرجع لطول لبسطح سنوية واللي فجأة بيسمعوا صوت الرعد والجاوي بيبدأ تشتري وبيفرح جدا الطلاب بيشربوا من مية المطر لانه بقى لهم يومين من غير مية فجأة بيجي لشانكسان فكرة واللي بتكون عبارة عن ان هم يستغلوا صوت المطر والرعد فتشت يوزهم بيهربوا عن طريق ملعب ناس اللي جنبهم وبيروحوا يستخبوا في الغابة بعيدة عن المطق الحضرية وبعدها الطلاب بتنزل من على سطح المدرسة وبيكونوا خايفين ومسكين ايضا وبعد الحد ما بينزلوا من المطق فجأة تشونكسان بيشوف مامتو هي متحولة لزومبي وبيجري عليها ونحاول تروح للمدرسة لما سمعت الخبر في التلفزيون كنها قابلت تشونكسو صاحب ابنها واللي فكرته انه طبيعي لكنه اول ما قربت له هجيمها وعادة وبنرجع لتشونكسان واللي اول ما شفها بدأ يعيط وما كانش حد فهم هو بعيط لي معادة انجوسو هيوكو فجأة بتحاول ام تشونكسان انها يتهاجمهم فبيجري واحد من الطلاب وبيضربها فبيسرح لشونكسان وبيقولوا انها امو وبيحاول يمنعوا بيكون باقج زومبي جايين وراهم فبتاخدوا انجوسو هيوكو بيهربوا عشان يكملوا خطتهم لكن واحدة من الطلاب بتقع ويبقى الزومبي هياكلها وبتطلب المساعدة من جيمان لكنها بتسيبها وبتهرب وبيحاول وجن انه ينقذها وفي نفس الوقت بيقرر طلاب اللي افصل ترامي السهام انه هما كمان يروحوا الغابة عن طري ملعب تنس ويستغلوا صوت المطر والرعد ويتقابلوا الاثنين وبتشوف لعبة السهام هاري اخوها وجن لكا بتدور عليه وبتنقذوا من الزومبي وبعدها بتكون جيمان لوحدها ومش عارفة تتصر فبيهاجمها الزومبي وبيعدخلوا صلت البسكت الاول عشان يقدروا يوصلوا لملعبات تنس انه اول ما بيدخلوا بيتفجئوا بعضد كبير من الزومبي فبيهربوا منه وبيستخبوا في قط المعدات بعدها بتحاول انجونها تواسط شونكسان سعب اللي حصل لامه لكنه بيحضنها وبيعي وفي الوقت ناها بيكون قوات الامن الخاصة فقدوا السيطرة على الفيروس وبيبدأ الفيروس يتحول بطريقة سريعة ولما بيفتحوا اللابتوب بتاع الاستاذ بيونجشان واللي بيكون مسجل عليه كل التطورات اللي حصلت لابنه ومراته بيهرفوا ان الحل الوحيد هو تطلس من الشخص الحمل للفيروس بيستنتجوا ان الفيروس كمان اسبوع هيكون انتشر في باقي المدن وهيوصل لقلب العاصمة صالح وبيقرر الرئيس الامن الخاص انه يحرى مدينة هيوسن بالكامل علشان يمنع الفيروس من انتشار بيكون سجوف طريقه سنوية هيوسن عن طريق الغابة بيحط علامات على الشجرة علشان يعرف طريقة لما يحب يرجع وبنرجع للطلبة اللي في قضة المعدات اللي بيكونوا اتفقوا على خطة الهروب من الزومبي وبيكون ان هم يجمعوا العربيات المتحركة بتاعت كرات البسكت مع بعض وهم هيكونوا في وسطها وانهم هيهركوها سوى لحد ما يوصلوا الباب الصالح اللي بيوصل لملعب التنس لكن خطتهم بشلف الاول لان عادي الزومبي بقى كبير وميقدروش يحركوا العربيات عد طالب منهم في ايده فبيقرر انه يضحي بنفس وبيخرج براء العربيات وبيعطر الزومبي وبيقدر باقي الطلاب انهم ما يحركوا العربيات وبيوصلوا للباب لكنهم بيلاقوا ان الباب مقفل بسلاسل من برة وبيفقدوا الامل لكن فجأة الباب بيتفتح وبيتلاقي اونجو مع ابوها اسوجو قدام فبتعايت اونجو وبتحضنه وبعدها بتلوموا اونجو لانه تأخر عليها وبعدها بيبدأ السجون ويقول لهم الخطة بتاع عشان يقدر يوصلوا للغابة وبيعرفها الطريق لكن الزومبي بيكون قدر يوصل للملعب فبيقول سجون وبيضحي بنفسه انه بيحاولي شتت الزومبي عن طريق العلعب النارية وبيطلب من اونجو باقي الطلاب انهم ما يهربوا لكن اونجو بترفض انها تمشي لوحدها وبعدها بيكونوا الطلاب قدروا يوصلوا المبنى تحت الانشاء لكنهم اول ما بيدخلوا بيلاوا انه كل العمال والمهندسين اللي فيتحولوا لزومبي فبيحاولوا يهربوا منه لكنهم مش بيلاقوا مكان امن غير انهم ما يعودوا على الخشب اللي متسبت بارة المبنى واللي على ارتفاع عالي من الارض وبعدها بيكون امرأة بتتحول لزومبي وعايزة تعد سوهيوك تاني لكنها بتمنع نفسها وبتعد ايديها بدال ولكن سوهيوك بيمنعها وبيقول لها انه ما عندوش مانع انه يتعد منها وبيربط لها عينها عشان باقي الطلاب ما يخافوش منه وفاجأة بتسمع ان امرأس والطيارات الامن الخاص وهي بتطلب من المواطنين انهم يخلوا المكان علشان هيفجروا هيو سان تبلال لغنى امرأة بقى الطلاب اللي سمعتهم ان طيارات الامن الخاص هيفجروا مدرسيتهم وفاجأة بيظهر جونام المتنمر وبيهاجم شونكسان وبيعدوا شونكسان بيقدر يوقعهم من فوق المبنى وبيودع انجو وليهم بتعيط عليه وبيطلب منهم انه هما يكملوا خطتهم وبينزل عشان يشتت الزومبي يقدر يهرب وبتنجح فرن خطة شونكسان وبيجري تجاه مكان الأسنسوري لسه ما تركبش وبيوعى كل الزومبي وبيقدر باقي الطلاب انه هما يهربوا لكن جونام بيرجع تاني وبيتخنقوا سوا والمراه دي بيقدر جونام انه ينتقم من شونكسان وبيقلع له عنيه زي ما شونكسان عمل معي وبعدها بتجمع الطيرات الزومبي في اماكن معينة وبتبدأ ترمي عليهم صواريخ وبيكون من ضمنهم مدرسة يوسع وبينفجر المبنى لشونكسان وجونام ولما بيحاول جونام انه يهرب بيحضنه شونكسان وبيتخليه يموت معي بس الوقت بيطلع رئيس قوات الامن بصف تقرير وبيعتذر للناس كلها عن قراره وبيقولهم انه عمل كده لانه مفيش علاج للفيروس وني ده كان الحل الوحيد وبيفتكر اخر فيديو شايفه على اللاب توب بتاع الاستاذ بيونكسان ولي بيحاول في انه يولع في مراته وابنه لكن هو بيقدرش يعمل كده وبعدها بيروح مكتبه وبيكلم مراته في التليفون وبيتطمن عليها وبيودعها وبعدها بيقفل خط بيطلع بالمثدس بتاعه وبيقتل نفسه لانه بيبقى حاسس بالزنب لانه كان السبب في انه يقتل ناس كتير ابرياء بعدها بتقرر انها ترجع للمبنى تاني بتدوع لشونكسان لكن امراب تقول لها انه مات لانه معادش شامل راحته بتاخدها وبيروحوا للغيبة وهي وبقل وبعدها بيقدر يوصلوا للمدينة واللي بيفتكروا انها معادش فيها زومبي انهم فجأة بيلوا مجموعة كبيرة بتهجم عليهم بيحاولوا يهربوا لكنهم بيقرروا في النهاية انهم يواجهوا يقتلوهم لكن وجن اخو هاري بيتصابوا بيتحاول لزومبي بيبدأ يهاجمهم لكن نمراب تقتلوا وبعدها بتحس ان نمراب اعراض شديدة وبتكون مش قادرة تسيطر عليها وعاوزة تعود حد منهم فبتسيبهم وبتروح تأذي نفسها عشان تشتت امتباهها وبيلاحظ سوهيوك ان نمراب مش موجودة معاها فبيرجع هو وانجوه عشان يدوروا عليها وبيلاقوها بتاكل في حد ميت فبتطلب منهم انها تروح معاهم وانهم مش عاوزين يخسروا حد جديد لكن نمراب تاخد السيطرة على نفسها وبتحاول تعضها وبيحاول سوهيوك انه يضرب نمراب عشان يبعدها عن انجوه لكنه بيقدرش لكن في النهاية نمراب تقدر تسيطر على نفسها وبتهرب منهم لانها عارفة انها بقت خطر عليهم وبيكون بقى الضاب وصلوا لقوات الامن خصونا بيتأكدوا انهم مش زومبي بياخدوهم للحجر السحي وبيبدوا يسألهم عن الاستاذ بيونج شان نفس الوقت بيكون مجموعة مقوات الامن وصلت لبيت الاستاذ بيونج شان وبتلاقي فيه مراته وابنه جونسو وبيتحفظوا عليه وبعد 4 شهور من الحجر السحي بتطلع الدولة بقرار بان هما مش هيطلعوهم من الحجر لحد ما يقدروا يلاقوا علاج للفيروس وبالليل بتهرب اونجوه من الحجر السحي وبتروح تحط اكل في الغابة لتشونكسان والنمراء لانها بيكون عندها امن لتشونكسان لسه عايش وفجأة بتشوف نار فوق سطح المدرسة يكون متأكدة انها نمراء لانها كان نفسها ان هما يتجمعوا تاني حولين النار بتروح تاني يوم بيقول له سهيوك على شافيته وبتطلب منه انه ما يقولش الحاد وبيقرار ان هما يروح المدرسة لوحدهم لكنها بالليل بتلاقي ان كل الطلاب موجودين في المكان اللي هيهربوا منه من الحجر السحي واللي بيقول لها انهما مش هيسيبوهم يروحوا لوحدهم لما بيوصلوا للسطح المدرسة مش بيلقوا حد فجأة بتظهر نمراء وبتقول لهم انهم محشوها ولما بتطلب منها انجوه انها ترجع معاهم بترفض نمراء وبتقول لها انها جزء منها زومبي فجأة بتسمع نمراء سو تقول لهم إنها هتبقى ترجع لهم وبتنط من فوق السطح وبيستغيب الطلاب من قوة نمره الفيديو ده كتابته سارة شوكت وسجلته أمع العقيل ومنتجه رمي سمير وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم